السلام عليكم إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يقاكم كامل هنيين ومتحنيين صليوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاوات والسلام ونبدأوا فيديونا هاليوم اللي راح يكون تحضيرات عيد الأضحام من وصفات من أفكار من أدوات والثانية راح نشارك معاكم وصفة حلوة ما عندي ما نحكي لكم فيها لقط وهو حلو المهم جيتكم وما جيتش بيدية فرغانين يعني هاني نعوض الغياب اللي نغيبه عليكم ها راح نبدأ معاكم بالوصفة الحلوة وعلى بل يبلي هذا فطور هذي خاوة عشية هذا فطور هذي خاوة عشية تغيب لكم في الوصفات وش نديرو وش نحطوه مع الحليب ونزيدو نبغيو حاجه لتكون اقتصادية يعني باش ننوعه كل يوم في نفس الوقت نديرو حاجه اقتصادية لما تخليناش نكون سومي وبزاف يعني ندلو ونشفق شوية على الجيب نجيبو زوج عظمات كما شتو عندي زوج عظمات نديرو الهرشة على الملحة يباينة ونصف كاس للسكر نحكي ما نضربهم لي حنا تحبوو تستعملو يديكم استعملو لكن من الاحسن تستعملي الباتر ولا البيتخا كعينها كأنواع تعال الكيكات تستعمليها غير بيدك و تجي اسفنجية هنا راني نضرب كما شتو حتن تبدل الخليط كما نديرو اي كيكا ونزيد عليها فنجالة الزيت كما شتوف نجالة الزيت او تحت الربع بشوية الكاس العادي يعني اللي تكيلي به طبعا هو اللي تكملي به ديما ونزيد عليها بطاة ياورت هنا ياورت ديريه لوقولي تبغين تيا انا استعملت المشماش كاعد من بعدها نزيد نديرها معجون تيا مشماش ثم تبغي تديري طبيعي تبغي تديري اي ذوق تحبين تيا درت عليها لعفاني ودرت لها مغرف كبيرة تعل الخل مغرف كبيرة تعل خل يا البنات تعطيكم واحد القوام في هذك الكيكا من بعد كيكا طيب هيا ولياورت مع بعضهم يعطيكم واحد القوام في الكيكا تحفا تحفا يعني لبالي بلي راح تجربوها وكان يجالسي اوها مقبل ما تستغنوش عليها وباكيتا خميرة القاتو ونزيد الفارينا الفارينا ديري زوش كيسان وطبعا على حسب النوعية اذا اشتيها اه ما شربت لك شاني ما زالت محتاجة الفارينا زيدي لها المهم تيا لوحي بالتدريج وشوفي القوام تعلكي كاره معروف ها بريك القوام كيفاش يكون ما يكونش ثقيل خلاص بش ما تجينش القاتوات تعنا ثقيلة وما تكونش خفيفة خفيفة بش مبعدك القاتوات تعنا نحطها الطيب تطلع 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 ومبعد تعاوى التهبط على واحد لانها مخصوصة فارينا جبت البلاتو تعي تحديد عادي المهم تي طيب بها وين بغيتي مي هي هكا الطيب البلاتو تعي 23 سنتيمتر على 23 سنتيمتر هزة ليزوج عظمات كي مشتو تحبو تزيدو في المقادير ووزعو في البلاتو تعيكم نفرغ الخالط تعي هذك ونحكم نعدلو ثم نعدلو بشيوة الحواسي المهم بلما نخبطو بزاف ونجيب لوز ايفيلي انا عندي لوز ايفيلي تحبي ديري كوكا وإيفيلي تحبي ديري نواة كوكو تحبي دخليها على حال هكي ما حبي ديتيا اه عندي لوز ايفيلي ما نحمرو مندي لوحة تحاجة هاكاك هاكاك نحكم اللوحو على الوجه كي مشتو ونحط الكيكاتها طيب نحطها في المصد على الفور ودرج الحرارة هاي باينا هذك بلا ما نحكيو عليها كل وحده كيفاش مالفا بالفور التحة يعني كل وحده هاي متعودة على الفور متحة كيفاش طيب فيه الكيكات في تاوحة بعد ما الطيب لي اوت حمار نخرجها وهي هكاك سخونة نسقيها بالمعجون المعجون عندي هنا يولا المربا تعلم مش ماش كي ما قلت لكم اه اذا كان خفيف فرحت له حيه هكاك خفيف واذا كان هاذك اللي يكون جامد خفيه شوية برك شوية مشي بزاف شوية برك مش يمشي لك هذا ما كان وخليها تشرب خليها تشرب ومبعدها قصيها هاكم تشوفوا الليبنات هنا انا ندير نوزع في هذا المعجون بالمغروب بس حمال لضش عليها خاطر قلت لكم جي خفيفة شوفو كي راني نقصها راهي كي ما ليبانش هذي الاريسات الليبنات كي ما قلت لكم تبغيوا تضعفوا المقادر يضعفوهم كي ما حبيتوتوما وشي هو جي برك مول كبير هذي هي انا على بليب اللي راح تولي لكم ادمان وحاجة خفيفة ضريفة تحطيها حتى مع العسر هكا يجي وكذا قف على غفلة حطيها ترافقها مع العسر ولا ترافقها مع الحليب شوفو البنات كيفاش خفيفة ترعد وحدها تقول فلو وتقصيها كي ما بغيتي بغيتي تقصيها مستطيل مربعات كي ما حبيتي انا هنديرهم كي ما نقولو براجات نقصهم هكا براجات وشي هو اصبر عليها تبرد يعني ما تشل فيهاش في القصان وهي هكا كسخونة بش ما تعجنكش اي حاجة تقصيها هي شخونة تعجن انا هنا دي ما بصلت محركة انا يا ما نسننش الحاجة هذي كتبرد اه بغيتها كنا نقصها شوفو البنات كيراني نهزها كيفاش راية ترعد قولي فلو انا نحب نقصها هكا نحطها في السحن ونخليها تبرد خليها تبرد ونروح نوجد الحليب نوجد القهوة وكي ما قلت لكم مع هاد السخنة ساعة لساعة نحب نهرب الحليب القهوة من اللي عنده ادمان تحليب القهوة وجاملة يحرب وما من الخرجاتكم في الويكاند هكا بزاف اللي يحبوا يخرجوا يقولكم روحوا نتقهوة ولا نتقهوة طيبها وديها سواء مع قهوة طلعيها على الفحم ولا مع مع عصيرها كما تبغي ما عندي ما نقولكم فيها وحنا النوعه مرة هكا كيكا مرة لكراب مرة لدونات كل مرة واش نديره وكاين ثاني كيكا بدون بيض الناس اللي يتعاني من الحساسيات على العظام وصرته في الصيف كاني معندهم مش حساسيات من العظام ويسوفرين من الوصفات على البيض كنت حطيت لكم هذيك وصفة بدون بيض هذي كاين لما انتع العيلة تاعي وحدها وذكا رح نشارك معكم مشتريات تاعي تاع عيد الأضحى نبدأ معكم بهذا اليبان مو الصغر تاع السليخ هو البنات هذي شريته الفطر نستعملوا هكا للفماج شيكو ولا المعجون هكا اللي ندهم به وثاني تقسمي به حاجة هكا كافا كيا صغيرة ولا المهم هذي كدير ثلاثين الف وشريته لهم ثاني هذي المغرف الفرشته أكثر شي يستعملوهم يعني سواها كافا فليكون ديرهم لهم في النمجة ولكن يكونوا فطنوا بالمفاياجين ولا خارجين نروحوا زمان تغداء وبره شريته منهم على خمستاش نلف يعني مغرف الفرشته يديرو بخمستاش نلف وشريته ثاني هذي لانو سيرفيات هذي من قبل كانوا غيره وما يطايشوا في الحوانت يعني الحانوت اللي تدخلي تلقايهم وكي قرب رمضان كنت حبا نشريهم لقيتهم شريحة تاحهم لتتسعة هيا هذي الخطرة كي دخلت شيتهم من عند بابي للبنات هيا هذي الخطرة كي دخلت لقيتهم عنده قولت نهزهم يعني حواجيتك على الضوغي كنحط غارف ضوغي ولا سحونة عندي اللي نحط معهم ما كنحط الارجنطي ما عنديش يديرو بثمانين نفستة بثمانين نلف وشريته هذي الكيسان هذي الكيسان يديرو ثلاثين نفل البنات كانت عندي ديجا مشي كانت عندي عندي ديجا القرآة تاحهم وحبيت نكمل لها كيسانها هاي ليكا القرآة تاحهم وكملت لها هذي الكيسان يديرو كي ما قدو لكم بثلاثين نلف و القرآن شريتها على مظهن 45 الف نورمال مهام شريتها 45 الف و كان حوان تبعوها حتب 75 ايا لقيتها في حانوات 45 قلت لها اليك ندور كملت لها الكيسان تاحا و شريت هذا السحونة عجبوني روعة روعة كنت حبه اصلا شري يعني مقرر اني شري سحونة يكونوا شوية طوال و كل ما نخرج ننسى اي هاد الخطرة كنت تخدت عند بابيلا و ابدلهم بلايزا على بيها من ننسى كنت ندخل عنده ننسى عنده بزاف سحونة هكا تعمل سيراميك هيا لقيت هذا لقيت وفل كبير قاعدا نشوف زيك لقيت فيهم الصغر عجبني بزاف هاد الجيها تحطي فيها اليسوس اليسوس الجيريان ولا مايوناز ولا هريسة ولا اي يسوس تحبيت تحطيها الهمة ولجيها الاخرى تحطي فيها وش حبيتي تحطي فيها مثلا ليستاكم على بيري تحطي لبروشة تتاوعك تحطي روز والحوت ولا حوتها كبيرة مع لي فريت يعني عندك ما تحطي فيه عجبني تحفة تحفة قلت لكم فيه الكبير الكبير مغا ما عجبنيش يعني الكبير كون جا سامبل ما فيهش هذيك الحفرات على اساس كنت نكمل هولو يعني هكا باش نحب ندير قليان ولا ندير الحوت ولا نحطوه في النص ماي كعد فيه هذيك ثقبة ما ما بغيتهاش اي شريت منهم ربعة ومبعدا زيت قلت له خبيلي يزوج باش ندير منهم ستة العيلة راهي تكبر سما كل حازو ندير منها ستة ستة خير وخير يدير خمسة ربعين في السحن و هذي القردة هذي القردة اللي بنات عندي ش حلوة نحوز على هذي النوع ملقيتهمش مكانش 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 كان غلا ذاك النوعية لي ماهيش ملاحة خلاص هذيك اللي تجي يا إما بلاستيك وماهوش صحي يا إما تجي شغول إينوكس كون يهزها صغيرة أولا ما عندها ما تتروي فيه وثانيا تضرر فيه الشمس مسكين الماء هذكي واللي مرقى عكس هذي تجي تيرموس هاكم شتوك في تجي تيرموس الداخل وشي هو لبنات وشو نقولكم عاوسط للدار سييت هات سيح أيا لقيتها مرخوفة جيت نزيرها ونطرتق لها التيرموس اللي الداخل ما استعملوها موالو أيا وليت قلت لمو الحنوت وحد الحنوت هكا جاي في الارياش أول مرة ندخله قلت له خبيلي واحدة بقاتلو هكا وبقاتلو في الغاز قلت له خبيها لي باش ندير هذيك التيرموس نبدلها وخلاص لخطر ملقيتش هذا النوع تعل القردات الطال اللي راهي شايفة هذي النوعية غير دليني باش نروح نشريهم لولادي سوال ليكل ولا هكا في الصيف كي يخرجو راكم تعرفوا اللي احنا الكبر ونعتشو وشري الثاني هذي اللي تمضي الماس دير ستينة في نورمال ما ثلاثة جواه فيها وكل جيها وش الدير على كل حال كين جيها نستعملها راني نشاركها معاكم ونشرح لكم كيفاش الاجتعمال تحا خطر جيها فيها مين تمضي يجيها وين تفين الموس وما ما نشفاه مثلها مليح مليح وثاني هذا الجرارة هذا الجرارة وش نقول لكم اللي بناتها رحمة رحمة من عند عبي ورحمة لولديه اللي خدمها وقتها راحة كنت شفتها عند دارنا العمليفات وساعدتهم بالبزافة يعني غير نقصت عليهم التعب كبير مليحة اللي كي ما حاتي أنا يا عايشين وحدهم هاي ثقيلة مكانش اللي يعاوني لها راجلها وثاني للي مثلا هكا راجلها مريض من مثلان ولا يتعب ولا مليحة مليحة رحمة تفرج وتفرح كي ما شتوا لبنات شوفوا كل شي فيها صليت فيها كروشيات من هنا يتحلوا باش تماكي تعلقها تتعلق من الجهة هذيك والجهة التحتانية يعني الجهة هذي تتعلق فيها الجزرة ومبعدها تبدأ تطلع بشوية يعني بعد ما نكون نجبدنا هذا الخيط كامل هو موشي خيطة وجاي من الحديث ما لبالي شوشي اسموا البنات ها المهم مبعد الكروشي هذا كي يرجع كما كان تهبط هذا الجهة على الرسور تهبط التحت الكروشي يرجع كما كان كما الكريك شتو الكريكه نفس الحكاية يعني راح تساعد وتنقص تعب كبير والحويج هذا اللي تحطه في الدار يعني ما شي حاجة لي قال زي ما يجو يطعب الولا تخدمي بها مرة وطيشيها حاجة اللي تتحطلك في الدار تنقص عليك التعب تعاونك في الخدمة وتخليك تربحي الوقت ماش في النظامة انا يا هذا الحويج نحبهم ويعجبونك يكونوا في الدار خاطر ما همش في النظامة خلاص بالعكس زيادة فيك كملنا من حويج عيد الأضحى أفكار وأدوات عيد الأضحى ذكر راح نروحوا الوصفات عيد الأضحى راح نشارك معكم لا بيري ولا بيري من أكثر الوصفات اللي نديروهم في العيد ساعة نديروا بيري ساعة بطاة مقلية ونحب لا بيري أكثر من بطاة مقلية تخيلوا معي الحمقلي وزيدوا معها بطاة مقلية يا إلهي ما عندي ما نحكي لكم ليس طموا المصارين يعودوا زغرة وحدهم لا بيري كل واحد كيف يديرها كل واحد والإضافات واللمسات التي يديرها فيها أنا راح نشارككم من الطريقة التاعي وكل واحدة تقول لنا الطريقة التحاكيفة كيان حتى اللي يديروا معها البصلة مثلا كمانايا حكمت قصية البطاطا كماشتوا درتها في مرميطة درت معها المغمية درت لها سنينة تحثوم ورقة على الرند ملح وفلفل كحل هذا ما كان كاين اللي يزيدوا معها ثاني بصلة هو بصراحة ان اختراسيتها بالبصلة كانت أخت خلتلي في الكومنتار مانش بتنيش ماشي كما سنينة تحثوم سغي ورقة وكين حتى اللي يديرها أنا لا بيري اللي نديرها ماشي كما اللي يديروا هادانا هي الطريقة اللي راح نديرها لكم طريقة حليتها لها عينيها كما ما ديرها في الطياب نطيبها على على قصة على طريقتي انا خليتها الطيب وروحت نطيب الكوتلات كيف كيف بالنسبة لي كوتلات او الحم بصفة عامة كائن اللي يبغي والحم المقلي بصح تقولك انا قدما نطيبه في المقلة ونقليه يبقى هاكي كي كاويتو يتجبد وما يطيب شمليه هذه الطريقة تديروها قلتلكم معي كوتلات او مع اي نوع كاليستاك او هبرات الحم وش نقولكم لبنات ديروها ودعيولي بالخير هذا ما كان حكمت حطيت لي كوتلات درت مغروفة تعزيت ليس معمرة غير قسمة تسخن بهذه الكوكوتا باش ما يلسقوا لي كوتلات هذا ما كان الخطر انا نعول على الليدام تعالي الشحمة هذيك ما نعولش على الليدام اللي نديرو انا زيت ولا سمن ولا ها نقوي النار ونحط لي كوتلات التوعي نحمرهم شوية اللي ديجا كنت ادهنتهم درت لهم موتار دل ملح فلف اللكحل درت لهم شوية تعزهم وكيما نشتوا حطيتهم تحمروا والخل ثاني الخلي يعطيهم طراوة ودرت لهم شوية عماء يا ربي نص ولا أربوع في نجال قسمة يدلي هذك البخار لداخل هذا مكان ونخليها الطيب عندك من ربوع ساعة حتى نص ساعة هذا يرجع للنوعية للحم ربكم تعرفون ساعة انطحوا في ذبيحة اللي تكون شارفة يعني الحمتها سيكون شارفة قد ما طيبته ودقوله قليل وكان فكرة ثاني للحم اللي ما يطيبش زيدي معه حاجة تحديد مغرف ولا فرشيطة مغرف ولا فرشيطة لحيا لدخل ولا ورقة تأسلاطة ولا نوايه تعتمر هذا يعاون لك الحمتها اكيد طيب لك نقفل عليها ونخليها طيب على النار هادية طبعا باش ما يزربش نشفلي هذا كلمة وتحرق لي الحمداء ويبقاني وبعد ما طيب لي الباطاطا نخليها تنشف مليح نحكم نزيد لها شوية فرماج ونزيد لها شوية المارغارين والزبدة كما بغيته التومة انا نحبها بالمارغارين نحبها بحاجة واحد اخر من غير المارغارين ونحكم نمعسها مليح مليح بالفرشيطة او بهذا الادات كما بغيته ونزيد لها الحليب انا الحليب منزيدها كبارد يعني بعد ما نمعسها نزيد لها الحليب سينونتي يسخنها بحاجة تخافي تعدي الباطاطا من بعدها تقود لك كعابر تدفي الحليب بتاعك وديره بعدها اما تفوت عليها بالباطر او تضعها في البيتخة هذا الطريقة انا امي كانت ماما تدرها وشفت الناس اللي يديروها بالميكسر لم تتعجبنيش خلاصة على الميكسر البطاطا تتميكسة توليها كالاستيكي ما عكس البطر اما بالنسبة للبطر اما بالنسبة للبطر يخليلك البطاطا تحكي ملاموس جي القوام بتاعها كريمية يعني خفيفة وكريمية ما تتشبعش وتعرفو ديجابلي البطاطا قدما ندرسي لها الحليب قدما نرحيتيها هي تبدأ تبرد وهي تبدأ تجمد يعني راح تبقى هكا خفيفة ما نقول لكمش وهاوليك الكاتلات كما تشوفو هنا بعدما طابو طابو زبدة شوفو هنا هذي راهي سوس تقريبا كما قلت لكم هذك شوية علماء ما تكثروا ما تكثروا ما تولي تبان تبان شغل ديرتهم مرقة على الحم ما تجيش خلاص بنين هذك الكاتلات ولا لحم ما تجيش خلاص بنين تديري شوية بركة الماقس عندما يطلع لنا هذا البخار سيأتي لحمتك مقلي يعني مقلي وطري في نفس الوقت هنا وش راح ندير راح نخليه تحمر تحبي تنحي هذيك لاصوس وتحمر فيه مقلاوحة اخرى ولا تخليه تحمر لتما فرد مرة ما هو لاصوس تلك هيا راح تروح لك ما لا انا نفضل انك تنحي لاصوس وتعود ترديه لدم يتحمر فيها هذا ما كان المهم الوقت اللي تطيب فيها البطاطا يكون الحمتعك طيب وجدلك مهما تكون النوعية تاعوك اذا ما كان الحمتعك طيب اذا طبول لك طبول لك راح يديلك نص ساعة اذا طبول لك وكان هذا الحم شعارف نص ساعة هو وجدلك طيب زبدة ما تقوليش خلاص راح يطيف الكوكوتاس ما ما هوش راح يكون مقلي ابدا راح يكون مقلي ومحمر وطيب زبدة وفي وقت قصير راح تعودوا ديما تقليب الحمتعكم بهذا الطريقة اللي راح جربوها ورح تعجبكم وشوفوا القوامة على البطاطا شوفوا كيف هي كريمية اللي راح تعودوا تقليب الحمتعكم بهذا الطريقة خاصة اللي عندها والدي همسك نكبر في العمر ويبغيوا اللحم مقلي ولا اللحم هاكا محمر وما يقدروه اشراكم تعرفوا الانسان كي يكبر مسكين فم ويروح فيها يعني هاكا راح تمتعوهم وما يبقى بش خلاص صخفانين وحكا نكون وصلنا نهاية فيديونا هاليوم ان شاء الله يكون عجبكم مبقى لغين نتلاقوا في فيديوهات جاي ان شاء الله في امان الله اشتركوا في القناة